بعد تقديمه مستويات جيدة رفقة نادي الوحدة السعودي والمباراة الكبيرة التي قدمها أمام بلشيكا في المونديال القطري انهلت العروض على حارس منتخبنا الوطني مونير محمدي حيث أفادت مصادر أعلامية سعودية أن الدولي المغربي وحارس نادي الوحدة السعودي تلقى عرضاً آخر لكن هذه المرة من بوابة نادي ليلة الفرنسي وذكرت ذات المصادر أن الحارس المغربي يرغب في مغادرة النادي السعودي في فترة الانتقالات المقبلة في المقابل تسعى إدارة نادي الوحدة لإقناع المحمدي بالاستمرار رفقته وذلك عبر تفعيل بند الموسم الإضافي في عقده لينتهي في يونيو 2025 ترجمة نانسي قنقر